السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في هذا البث المباشر المعنوان بوضعيات الباحث في العمل الميداني إذن ما هي الوضعيات التي يتخذها الباحث في العمل الميداني فبحسب باتريسيا أدلخ وأيضاً بيتر أدلخ فهناك ثلاثة وضعيات للباحث في العمل الميداني إذن هناك ثلاثة أصناف الوضعيات التي يمكن أن نتخذها الباحث فالدور الأول وهو ما يسمى بلغول بيريفيريك يعني الدور الهامشي للباحث فالباحث يكون طبعاً في تواصل وممتد مع أعضاء المجموعة التي يدرسها ولكن لا يشارك في أنشطتها ولماذا لا يشارك في أنشطتها؟ إما بسبب يعني طبعاً ما يؤمن به إبسيمولوجياً يعني في إطار المنهج التي يعتمدها أو لأن تلك الأنشطة أو بصيلة ديزاكتيبيتي أو لأنه يدرس أنشطة مثلاً منحرفة لمجموعات منحرفة والتي بطبعاً لا يستطيع المشاركة في أفعالها أو لأن خصائصه هو الديمغرافية والسوسيوثقافية تمنعه من المشاركة مع هذه المجموعة إذن الوضعية الأولى للباحث هو لما يكون الباحث في وضع هامشي يعني وضع هامشي لا يشارك مع المجموعة التي يلاحظها الوضع الثاني وهو الغول أكتف الضور لما يكون عنده دور نشط فدن الوكال الشخشوخ أبندن la position un peu marginale إذن يتخلى عن الوضع أو الوضعية الهامشية التي تميز السنف السابق ليأخذ دوراً مركزياً طبعاً مع الذين يلاحظهم المجموعة التي يلاحظها فهو يشارك بناشاط في أنشطة المجموعة ويتحمل حتى المسؤولية الآخرية ويتصرف مع أعضاء المجموعة التي يدرسها كزاميل لهم إذن هذه هي الوضعية الثانية الوضعية الأخيرة يكون طبعاً فيها الباحث كأي فرض من المجموعة إذن يصبح عضواً يعني كاملاً في كل أنشطة المجموعة إذن هنا نقول بأنه بمعنى أنه يغوص في تلك المجموعة التي يدرسها فيصبح كعضو طبيعي يعني له كامل عضوية أو يكون هو أصلاً جزء من ذلك المجتمع يكون مثلاً هو أصلاً جزء من الظاهرة المدروسة إذن لديه نفس الوضع الآخرين يتقسم معهم نفس الآراء ونفس الأحاسيس ولديه نفس الأهداف يمكن أن تنسي فعل الإكسپيريونس منه فإنه يعيش منذ تجربة الآخرين من خلال المشاعر وكيف يتصرف الآخرين إذن هنا ثلاثة أنواع من المضعيات الباحث في الميلة إذن كما أشرنا هذا التصنيف ذكرته كل من باتريسيا أدلر وأيضاً بيتر أدلر في كتابهما ممبرشيب رولز إن فيلد ريسورج كاليطاتيف ريسورج ميتودس طبعاً في إطار ما ذكرناه هو في إطار المناهج الكيفية إن في إطار المنهج الكيفية لما يذهب الباحث إلى الميدان في إطار المنهج الكيفية يمكن أن يتخذ ثلاثة وضعيات وهذا الجزء الذي قرأته عليكم فأخذته من كتاب لكول دو شيكاغو للباحث ألان كولون للباحث ألان كولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته